اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه انشاء الله اتي انه غربو تحستو حتون ملسن كاب كتاب فتاة واركان الاسلام والايمان ناي شاك محمد ابن جيم ناي شاك محمد ابن صالح العثيمين كاب تخيطابهم انه حج خان غربنا اب قد اينا عقيدا زم الكت مالاتيو انتاي زم التحاتيتوم ما معنى الاخلاص واذا اراد العبد بعبادتي شيئا اخر فما الحكم اخلاص كان بالك لنا انتاي مالاتيو اخلاص حدا سبكني بتاعباداز غورو خي كالي تقم مدلاي اب اسلمنا انتاي و سانيه اللو الجواب الاخلاص للاه تعالى معناه اخلاص كان بالكالنا اخلاص كتغبراد لكا ناب رب سبحانه وتعالى كان بالكالنا ان يقصد المرء بعبادته التقرب الالله عز وجل والتوصل الى داري كرامته حدا سبعباداخ غبرون كلو بتاعباداز غورو زولو ناب رب سبحانه وتعالى كرار بني الو كغبرن كومو دماني ناب تاناي كبرت بوتا نخبتزح الو زقوبرو عبادة ازيو تي اخلاص زباها المالاتيو و اذا اراد العبد بعبادتي شيئن اخر ففيه تفصيل حسب الاقسام التالية انتادابة عبادة زقوبرو زولو جن كابزيز داقسنا يوزا انتادا خوينو جن بزوح كفلتات عالو كامزز سعب القسم الاول ان يريد التقرب الى غير الله تعالى بهذه العبادة عبادة يقبر مني بزي عبادة زقوبرو زولو ناب رب بزي كونه مكرراب انتادا ايدا اللي كوينو وينيلو الثناء عليها من المخلوقين دك سبات كومو قسو زد اللي انتادا خوينو فهذا يحبط العمل نتسرحو تقبالنت ايركبنو وهو من الشرك ازد ماني كاب شركيو مغنياتو دك سبات مو قسو يدسرحو زولو تعبادة مالاتيو وفي الصحيح من حديث ابي هريرا اب حديث صحيح مسلم حديث ابي هريرا كمزز بلالو النبي عليه الصلاة والسلام كمزيلو قال الله تعالى ربي خمزيلو اب حديث القرسي انا اغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معيا غيري تركته وشركة انا كاب تم كشاروخوهم زيدلو كاب امن العليه انتادا حادسب شركاء غيرو مساي اب تعبادة مالاتيو نعوون نتشركوني زقد فهم يلو رب سبحانه وتعالى ايقبال اللومن يلو القسم الثاني قال ايقف لدماني ان يقصدا بيها الوسول الى غيرد دينيوي بتاعبادة زقوبروزولو ناب حدي تقميني الدنيا كبدسحلو انتادا زقوبروخوينو تعبادة زقوبروزولو مالاتيو كالرئاسة والجه مزنة دليو ويدماني عبيت زليو انتادا ايقبالوخوينو والمال ويدماني غنزب دليو انتادا ايقبالوخوينو تعبادة دون التقرب بيها الى الله تعالى ناب ربك اقرارب النزبل دايبلو انتادا خوينو فهذا عمله حابط ازوينت سرح تقواراتو تقبال نتيبل لا يقربه الى الله تعالى ناب ربك ايقراربونيو لقوله تعالى مخنيات ربنا عز وجل اب سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وتوم نيا الدنيا تقمن من سبارق نيا الدنيا زداليو زخونو انتادا نيا الدنيا الدنيا ترح انتادا خوينو نيا الدنيا وين كرخو بيهم لكن اب اخيرا والحانتي عجري يبلو من ابن ربنا عز وجل والفرق بين هذا والذي قبله ازا حجي دي تقاسنا كفلين مستا قداميتي كفلين دي تقاسنا تا قداميتي كل بمولو عبادة خقبر كلو نيدك سبات كفليندك سباتنا اداخر كبيلو يصرحو ازا خال اي تقن عبادة يقبري مسؤد ماني نيا الدنيا تغمن ترح زدالي كوينو ازا كلتين فليندين والفرق بين هذا والذي قبله ان الأول قصد ان يثنا عليه تقدامي موقسنا اي دي تقاسبات يزلو من قبل انه عابد لله تعالى عبادة يقبري نحب بها لزدالي وام هاذا الثاني ازا خال اي جن فلم يقصد ان يثنا عليه من قبل دك سبات كنو دو اي كنن زدالي نيرو انه عابد لله ولا يهمه ازوين اي كنن تقدم سراتو ان يثني الناس عليه بذالك دك سبات كنو دو الو ترحوين اي كنن تغير ودلون تايد انا الدنيا دليه القسم الثالث ازي سال سايد ان يقصد بها التقرب الى الله تعالى نابر سبحانه وطعالى كنو دو عبادة قبر والغرض الدنياوي الحاسل بها بو بلو دماني تاقمين الدنيا بو غير كنو دماني انتدا دليو كم زعين تزي عبادة انتدا اجيرو مثل كم سالي ان يقصد معانية التعبد لله تعالى تنشيط الجسم وتنظيف تهاراوي تنشيط نفس كنو دماني نشاط كرقب فتنت ويد تقهات نخرق كرقب الو انتدا زد عرين انتدا وفي السلاة كنو دماني تمرين الجسم وتحريك اكالات وخنق اصال الو انتدا كنو وفي السياة كنو كنو تخفيف الجسم وإزالة فضلات نفس كنو نفس رسحات كلاك اللي بمبال انتدا عدس قوم كنو وبالحج حج كنو دماني مشاهدة المشاعر والحجاج تبوتات ناي حج ناي مشاعر دماني مستوم حجاج كرئي لانتدا عباد قبر كنو فهذا ينقص اجر الاخلاص نتين اخلاص نتين عباد مول انت عب يقد لئيو ولكن إن كان الاغلب وعليه نية التعبد فقد فاته كمال الاجر قن اتن عباد ناب رب خكر رب نز بالزياد دع بل انتدا قوين كبتم لئيو انت الاجر يقد لئيو ولكن لا يضر ذلك باقتراف اثم او زور بزي بمقبار قن زنب يأيو اين بلون نا لقوله تعال مخنيات ربنا عز وجل بصورة البقران تايلو ليس عليكم جناح ان تبتغو فضلا من ربكم تاقم يبلون بتي رب سبحانه وتعالى دا اززكم غيركم خيرات نية الدنيا نخترخ بزي بل وإن كان الاغلب عليه نية غير التعبد قن عباد خقبر كلو ابزخ نتات زي كابتين رب مقر رب الاغلب نية غير التعبد بزيادة نية الدنيا انتلا اخوينو فليس له ثواب في الاخراء اباخراء اجري يبلون وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا التعجر او الدنيا زرخبط رحيز خنولو واخشى ان يأثن بذلك يفرح وين زنب ناخي كون از سبزي لأنه جعل العبادة التي هي اعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة مخنيات بتي عبادة تزعاب ناب رب سبحانه وتعالى ذكرى رب زخونه نية الدنيا تقماوي نية حسرة زلوى الدنيا بمدلايو فهو كمن قال الله فيهم لكا كمتم رب سبحانه وتعالى زبلهم يخون الله سبحانه وتعالى اب سورة التوبة مبال حمسان شمنتا آية ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون غلغلل لو عبتي نية الدنيا صدقات عبتي تو كتو وزعن كاللخة دو وقصو خاللو انتدا اتواهيبا عقوبات يخون انتدا زير اخيبا ينز ارصور زبل كاب عطم يخون وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة سنن أبي داود دماني أبي هريرة زم حال الحدث أن رجل قال يا رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد ويريد عردا من عرد الدنيا حدث جهاد الو توجيس خايد موني مسؤد ماني كنت نية الدنيا ماني التحيز وينية الدنيا ماني انتدا زد اللي كوينوس كم يو حات تو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له أجر يب لن لما فعاد ثلاثا سلستق وفي الصحيح رواية البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زيل إبل سيدنا عمر رضي الله عنه انتا من كانت هجرته لدنيا يسيبها أو امرأة ينكيحها فهجرته إلى ما هجر إليه انتا سيدد كسيدد كله نيد الدنيا تغمين ويد ماني نمر عن إلو دتسدد انتا خين ناب تي دتسدد لليو تي عسب زر كبير وانت ساو عنده الأمر انتا لك معر معر خين فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نذر عبادة إداليو كم دماني الدنيا إداليو لك معر معر انتا خين ختن يق ازي مستبهال تعزب تأمل زيد والأقرب انه لا ثواب له انتا معر خين قن دلي التقمن الدنيا نية اخيران معر معر انتا ازري اخين اخين ات قن زر اين ابل شاك محمد بن صالح العثيم انه لا ثواب له اجر يبل كما نعم لله تعال ولغ غير لك نرب نخال معر جير زيد اللي دل سل زف والفرق بين هذا القسم والذي قبله ازي حج نزار والذي زل ناكفل مستا قد ما ازت قصنا هكفل ان غرض التعبد ان غرض غير التعبد في القسم السابق افتا زحالفت نزير ام مالت ان غرض غير التعبد في القسم الثاني افتا خال ايتي زحالفت زرا انا اتي عبادة زقب برزل حاسل بالدرورة انتا ازدل دل ناكفل عبادة برال لكن ناكفل الدنيا تغم دماني مسؤو ادل يل مالت 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 ازد مالت يعني ولا ايل ولا دلي تزي زر كب تغم امالت فا ارادة ارادة حاسل بعمله بالدرورة مالت عبادة تد اجير كأسل رب سبحانه وتعال وين ناكفل كأسل مالت وكأنه ارادة ما يقتديه العمل من امر الدنيا لك عبادة زر برزل انتا ازد لد مالت وكأنه ارادة ما يقتديه العمل من امر الدنيا مالت تزخون عبادة مسؤو تقم الله سبحانه وتعال وين اي ناكفل مالت فإن قيل ما هو الميزان لكوني مقصوده في هذا القسم اغلبه التعبد او غير التعبد ازي عبادة بزيادة ازدل دل لا اي كون الدنيا ازدل دل لك نختم ازنو انتا اتمم ميناتو انتا قلنا الميزان انه اذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل ام لم يحصل فقد دل على ان الاغلب نية التعبد انتا عبادة اغلبه كله اتين الدنيا نگر ترخيب اي ترخيب دي قد دسو انتا خوين ازي تزياد ازدل 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 باري ناي عبادة مخان اي بر حال نام التو انتا بان ازدل خوين دم ماني لك عم دم ميزان الل والعكس بالعكس وعلا حدا کبتی کالات ناي لبی امرها عظيم وشأنها خطير قد ناي لبی قد ناي نيا عبیز خون قد ترتقي بالعبد الى درجة صدقين بز نيازی حدا باري درجة صدقين كبت صحي خيل وقد ترده الى اسفل السافلين ويد ماني نبز تح حتن نبز باء سن نبح ما مجاهدتها على الاخلاص کم قد این اخلاص گیر زت قال سکو قد یلن بمعنی قال سی ادلی مالتیو فنس اللہ لنا ولكم الاخلاص في النیا والسلاح في العمل بمبال اتی مالسی اود مالتیو وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد مالتیو مالتیو